يبدو أن ساعة الخيارات المؤلمة قد دقت بالنسبة إلى نجوم برودوي الذين شاركوا في أهم المسرحيات الغنائية والموسيقية في ظل الاختناق الذي يعانيه القطاع بسبب جائحة كوفيد-19 كان ديريك ديفيس يستعد لتشييد شخصية مارتن لوثر كينغ ضمن آيها بادريم ولكن فجأة وجد نفسه عاطلا عن العمل وفي كل مرة كانت إعادة فتح المسارح تؤجل كان ديفيس يفكر في العودة إلى مهنته السابقة كوسيط عقاري عددنا تتقلص بشكل كبير الكثير من أصدقاء سافروا وعادوا إلى ديارهم ليس فقط لتوفير كلفة الإيجار ولكنهم قالوا إنهم قد لا يعودون أبدا وتوقع مسؤول برودوي أن يتكبد خسائر مالية في حال فرض على المسارح التزام نسبة محدودة من قدرتها الاستيعابية عند إعادة فتح أبوابها على غرار النسب التي فرضت على المتاحف مما يعني أن المسارح ستكون آخر قطاع يعود إلى العمل بعد الجائحة لن يعود عملنا إلى سابق عهده إذ أن وعيا جديدا ولد لدينا وكذلك باتت لدينا معرفة جديدة ومهارات مختلفة حسناها وطوارناها أثناء وجودنا في منازلنا بلغت إرادات برودوي مليار وثمانمائة وثلاثين مليون دولار خلال موسم 2018-2019 بحسب رابطة برودوي ليج التي تمثل القطاع وتقدر الرابط عدد العاملين في القطاع بنحو 97 ألفاً ترجمة نانسي قنقر